موسيقى نشأة مفصلة للأخبار البداية مع العنوان استهداف رتل لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في منطقة لمسيب بمحافظة بابل وإيران تودين استهداف كل البعثات الدبلوماسية في العراق تؤكد القتلة أهمية المبادرة الفرنسية حزب الله يتهم الولايات المتحدة بتعطيل تأليف الحكومة اللبنانية والرئيس المكلف يعلن تريث إفساحا في المجال أمام المزيد من التشاور ترامب يجدد التشكيك في نتاج الانتخابات الرئاسية المقبلة ويقول إنه قد لا يكون ممكن تحديد نتائجها بدقة سلاح الجو اليمني يضرب هدفا عسكريا مهما للتحالف السعودي وتأجيل انطلاق المحادثات اليمنية بشأن تبادل الأسرة حتى يوم غد نظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا على نحو قوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تزامنا معلم في الوانزة الموسمية أهلا بكم قالت خلية الأعلام الأمني في العراق إن عبوة ناسف انفجرت برتل تابع للتحالف الدوري على الطريق السريع في منطقة لمسايا بمحافظة بابل الخلية أشار طيل أن رتل كان ينقل معدات من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وأن سائقي العجلات هم من المواطنين العراقيين لافتة إلى أن الانفجار لم يصفر عن أي خسائر بشرية أو مادية أدان المتحدث باسم يزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أي هجوم على البعثات الدبلوماسية في العراق ودع خطيب زادة الحكومة العراقية إلى تكثيف وتعزيز حماية المنشآت الدبلوماسية وضمان التدفق الطبعي للبعثات الدبلوماسية في هذا البلد طلب تحالف القوى العراقية حكومة القاذم بضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين بيان التحالف قال إن نازحين يتعرضون لانتهاك حقوقهم والاستهان بكراماتهم في نقاط السيطرات والتفتيش بين أربيل ونينوى وحمل الحكومة وزارة الهجرة والمهجرين مصورية ذلك وشدد البيان على وجود تلك واضح في اعتماد إجراءات سريعة وفعالة لتهيئة مستلزمات عودة كريمة للنازحين الإسرار الإسرائيلي على أن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين لم تتضمن بنودا بشأن الدولة الفلسطينية أو خطة الضم قابله توظيف إسرائيلي لهذه الاتفاقيات على المستوى الاستراتيجي عبر الترويج لفكرة أنها موجهة ضد إيران في الوقت الذي يتجاهل فيه المسؤولون الإسرائيليون أي دور لاتفاقيات التطبيع الأسرل الموقعة مع الإمارات والبحرين في استعادة الفلسطينيين جزءا يسيرا من حقوقهم يصرون في المقابل على أن هذه الاتفاقيات لا تتضمن أي تفصيل عن الدولة الفلسطينية ولا عن خطة الضم خلافا لما يحاول المسؤولون في البحرين والإمارات تقديمه المجاهرة الإسرائيلية بالمكاسب المحققة من النواحي الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية من الدول العربية الموقعة على اتفاق التطبيع الأسرل على حساب القضية الفلسطينية قابلها ترويج إسرائيلي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات موجه ضد إيران مجموعة كبيرة من المواضيع في الشرق الأوسط دفعت الإماراتيين لتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل يمكن القول أن القلق من إيران والحاجة إلى أن تكون في المجموعة المعارضة لتطلعات الإمبراطورية الإيرانية من هذه المواضيع على المستوى الأمني برأيه هناك رسالة كبيرة من خلال الانتقال الكبير من الجانب المعقد قليلا إلى الجانب الصحيح لدعم إسرائيل وكل المعركة المهمة حتى التي نقودها نحن أيضا ضد إيران وإزاء محاولة المسؤولين البحرينيين والإماراتيين التزام الصمت حيال التصريحات الإسرائيلية في مخص إيران ينصب تركيز الإسرائيلي على توظيف هذه الاتفاقيات لتشكيل محور في مواجهة إيران الاتفاق مع الإمارات والبحرين يغير الخريطة السياسية والإقليمية والأمنية على نحو جذري نحن نرى محورا ضد إيران مكونا من دول الخليج وإسرائيل دول الخليج قالت بصورة واضحة نحن نقيم جبهة مع إسرائيل أمنية واقتصادية وفي الجانب الاستخباري هم أيضا يفهمون أن عدوهم ليس إسرائيل بل على نحو واضح هو إيران وفيما يحاول مراقبون الإحاءة كما لو أن إسرائيل أصبحت الآن المدافعة عن البحرين والإمارات وراعية مصالحهم في وجه إيران كشف محللون أن العداء المشترك ضد إيران أنتج رابطة بين إسرائيل والسعودية وجاراتها الخليجية يعود عقدا وربما أكثر من الزمن صحيفة إسرائيل اليوم صححت ما نشرته سابقا عن السفير الأمريكي لدى تلابيب ديفيد فريدمان حيث قال إن بلاده لا تفكر في استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلاء وأنه لا مصلحة لها بهندسة القيادة الفلسطينية بحسب الصحيفة فقد هاجم فريدمان المسؤولين الفلسطينيين مشيرا إلى أن قيادة الشعب الفلسطيني لا تخدمه كما ينبغي وأن الناس في الضفة يريدون حياة أفضل مشددا على أن القيادة الفلسطينية تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ وتتشبث بشكاوى قديمة على حد تعبيره وكان الناطق الرسمي باسم الرئيسة الفلسطينية نبيل أبو ردينا قد رد على تصريحات فريدمان قبل تصحيحها قائلا إن سياسة التهديد والضغوط المستمرة ومحاولات الابتزاز الأمريكي للرئيس محمود عباس والقيادة سيكون مصيرها الفشل أبو ردينا شدد على رفض عمليات الضم والتطبيع مشيرا إلى أن السلام لن يكون بأي ثمن ورأى أن الاستفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عباس في مواجهة هذا المشهد الغريب الذي تشهده المنطقة هو الرد الأمثل عليها نافتا إلى أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيرسم خارطته ويختار قيادته التي تحافظ على حقوقه الوطنية وثوابته رأت وزارة الخارجية الروسية أن الحل العادل والمستدام للقضية الفلسطينية يجب أن يكون عنصرا أساسيا في تسوية شاملة للشرق الأوسط وأشددت الخارجية الروسية على أنه مع التقدم المستمر في عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل فأن الاعتقاد بإمكانية تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من دون حل المشكلة الفلسطينية الحادة أمر خاطئ وأبدت الخارجية استعداد موسكو للعمل المشترك لتحقيق ذلك وفي المواقف رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلباف أن حكام الإمارات والبحرين أصبحوا شركاء في جميع جرائم المحتلين الصهايين منذ يوم النكبة ومجزرة صبر وشتيلة أقل قلباف أن علاقات بعض الحكام مع إسرائيل كانت طبعية وودية في كل الأزمنة مضيفا أن الاتفاق الأخير هو مجرد وصمة عار طبعت على جباههم مع ابتسامة الرضا أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رفض بلاده سياسة التطبيع والاعتراف بإسرائيل أكد أن باكستان ما زالت وستبقى متمسكة بمبادئ مؤسس الدولة الرافض لدولة إسرائيل قبل إعادة الحق للفلسطينيين بكر يونس والتفاصيل لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه بهذه العبارات أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان موقف باكستان الرسمي بشأن التطبيع مع إسرائيل بعد سياسة التطبيع والاعتراف التي أقدمت عليها دول عربية إذا ما أعطي الشعب الفلسطيني حقوقه فما فائدة اعتراف أي دولة بإسرائيل الفلسطينيون هم المظلومون وإذا لم يعطوا حقوقهم فلا اتفاق مع إسرائيل لأن الحق حق فلسطيني الشارع الباكستاني كان قد أعرب عن رفضه تطبيع مع الاحتلال واعتبر أن موقف الدول المطبعة غير إنساني بل ويمثل طعنة في ظهر العالم الإسلامي وقضيته الأم حيث خرجت تظاهرات في مدن باكستانية مختلفة تنديدا بسياسة التطبيع باكستان تتبع سياسة خارجية تقوم على أنها لن تعترف بإسرائيل ما لم يعطى الشعب الفلسطيني حقوقه التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ومع تسارع وتيرة الأحداث تبقى باكستان مصممة على موقفها الرفض لتطبيع مع إسرائيل كما ترى باكستان أن قضيتين كشمير وفلسطين متشابهتان وأن على المجتمع الدولي إيجاد حل عادل للقضيتين من دون التنازل عن حقوق الشعبين الفلسطيني والكشميري التطبيع والاعتراف بكيان اقتصب أرض فلسطين ترى باكستان على مستوى صانع القرار السياسي لا يمكن القبول بهم وإن قبلت بها دول أخرى مع استعداد باكستان لتحمل تبعات هذا الموقف من ضغوط دولية وإقليمية باكر يونيس إسلام أباد الميدين تستدع اتفاقات تطبيع تعديلا في أساليب المواجهة فما هي خيارات محور المقاومة لمواجهة جبهة الحرب التي فتحت ضده هبا محمود أشبعت إثباتا وبرهانا وتحليلا نقطة اللاجديدة على صعيد العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل سوى انتقالها من السر إلى العلن لكن نقاط أخرى تستدعي الوقوف أمامها فما جرى يفرد مجموعة وقائع جديدة على الأرض تستوجب التعامل معها فلسطينيا وأقليميا محور المقاومة ثبت معادلة القصف مقابل القصف هذا مهم لكنه غير كاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالي طرح للميادين عنوين تغييرات مطلوبة كالاستفاقة من وهم المراهنة على حل سياسي وتفاوضي لاستعادة الحقوق الفلسطينية والتركيز على المقاومة الشعبية الشاملة أهمية هذا الطرح تأتي من أنه يتطلب تغيير دور وتركيبة منظمة التحرير الفلسطينية إلا أن أطلق رصاصة رحمة واحدة على اتفاق أوسلو سيحتاج جرأة أكبر بكثير من إطلاق مئات الصواريخ على إسرائيل يتطلب هذا دفعا ودعما إقليميين أيضا وفي نظرة على خريطة الجوار نجد أن المنطقة الرمادية تتضاءل أكثر فأكثر على الوتيرة نفسها التي يتمدد فيها التصحر غياب الألوان يزيد حدة الأبيض والأسود والانقسام العامودية لمحاور المنطقة إقليميا هناك لعبون مؤثرون في العالم الإسلامي إيران منخريطة بقوة في موقف واضح من القضية الفلسطينية وتركيا الباحثة عن دور أكبر لها تسجل مواقف رافضة للتطبيع رغم علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل قد تختلف الدوافع لكن الطرق تلتقي لقيام تحالف إيراني تركي مقابل جبهة الحرب التي بدأت تتمظهر حاليا تحالف قد يجذب دولا كبرى كفاكستان رافضة للتطبيع كل شيء وارد في إطار السياسة ولا سيما مع غياب أي مبادرات أخرى وبديلة خلال اجتماع التطبيع في واشنطن بدأ واضحا إصرار رئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على السير في المقدمة كما بدأ لافتا الفارق بين استقبال نتنياهو وتفاعله وبين أداء ممثلي الإمارات والبحرين خلال الحدث لم يتغير شيء جوهري حتى يتغير هذا المشهد جس النبض الفلسطيني بهذه الخطوات الإعلامية أنتج صورة لن تمحوها اتفاقات التطبيع صورة الاعتراض بكل الوسائل الممكنة من البسق في وجه المطبع إلى الصاروخ على مستوطنات المستعمر وبالرغم من القوة الإسرائيلية في صناعة الصورة والدعاية غير أن ما جرى في واشنطن لم تنفع في ترويجه دعاية السلام في واشنطن كل شيء حصل إلا صورة اتفاق سلام فليس لصورة من هذا النوع مبرراتها هنا لا حرب بينهم ولا معارك ولذلك ليس مستغربا أن يبدو المشهد خفيفا وغير متوازن وربما هزليا لم يكن المسير متوازيا متبوع وتابع هكذا وصلوا إلى طاولة التوقيع هذا وزير الخارجية الإماراتي يسأل عن شيء ما في الاتفاق هل هي لحظة سؤال في عرف توقيع الاتفاقات؟ أم أنها تدل على الأرجح على عدم الإلمام بمضمون ما يوقع عليه عبدالله بن زايد انتهى التوقيع مغادرة الطاولة كانت كالوصول إليها متبوع وتابع ولا حاجة للتذكير بألان الدية فيما يجري الصورة تتحدث لن يمشي ممثل الإمارات أو البحرين أيا كانت رتبتهما في النظام السياسي أمام ترامب أو نتنياهو من نافل القول إن ذلك ممنوع وهو الإنعكاس المشهدي ليس لحجم التغول الإسرائيلي المقبل في الإمارات فقط بل لحادثة عمرها أسبيع حاولت فيها إسرائيل عرقلة تزويد أبو ظبي بطائرات حربية من طراز F35 ودائما على القاعدة نفسها متبوع وتابع في هذه الأثناء تستمر المواقف الرافضة للتطبيع التي تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا السياق تخطى عدد مواقع وثيقة ميثاق فلسطين على مواقع التواصل حاجز المليون ونصف المليون مواقع من مختلف دول العالم مريم عثمان أهلا بكم مشاهدين عدد المواقعين على وثيقة ميثاق فلسطين في تصاعد مستمر ليتخطى في الساعات الأخيرة مليونا ونصف المليون مشارك الرابطة لإماراتية المناهضة للتطبيع التي أطلقت الوسمة والحملة الشعبية منذ نحو ثلاثة أيام أكدت أن العدد الكبير للمواقعين على ميثاق فلسطين من مختلف أنحاء العالم دليل على الرفض الشعبي التام لجميع أشكال التطبيع مع الاحتلال والالتزام التام بالقضية الفلسطينية الناشطون تفاعل مع واسم ميثاق فلسطين من مختلف الدول العربية ولسيما من الإمارات والبحرين والدول الغربية أيضا أعادوا نشر الوثيقة باللغات العربية والأجنبية والتي تتضمن اسم المواقع وجنسيته والرقم التسلسلي نص الوثيقة يؤكد أن فلسطين دولة عربية محتلة وتحريرها واجب وأن الكيان الصهيونية كيان محتل وعنصري مختصب للمسجد الأقصى ولأرض فلسطين وأن التطبيع بكل أشكاله خيانة بالإضافة إلى نشر توقيعهم على الوثيقة تفاعل المغردون مع هاشتاج ميثاق فلسطين اخترنا بعض التغريدات وأبرزها مغرد عراقي كتب لتيأس أيها العربي فكل ما تراه علنية كان يجري في أسر مغرد إماراتي نشر توقيعه أيضا وكتب فلسطين لا تحتاجكم بل أنتم من يحتاجها وأضعف الإيمان الآن التوقيع على ميثاق فلسطين فيما كتب مغرد يمني تحت الهاشتاج نفسه فلسطين بلد عربي تحت الاحتلال الصهيوني وسيهزم الاحتلال ومن يؤيده من حكام العرب لا يمثلون إلا أنفسهم مغردة صعودية كتبت أنا علياء من بلاد الحرمين الشريفين أتشرف بالتوقيع على ميثاق فلسطين وهذا هو الحق والواجب والوفاء مغردة مصرية كتبت أيضا لن ننسى أبدا ولن نتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية مغردة كويتية نشرت الوثيقة أيضا وكتبت أرض فلسطين لا تتسع لهويتين فإما نحن وإما نحن مغرد من بريطانيا نشر صورة أيقونة الانتفاضة الفلسطينية الثانية محمد الدرة بعد استشهاده وهو يحمي طفله من رصاص الاحتلال كاتبا لن ننسى أبدا ولن نسامح أبدا نعكست الأزمات المالية التي تعصف ببلديات قطاع غزة على تراجع الخدمات المهمة الواجب تقديمها إلى الناس أحمد غانم شهران مضياء على إطلاق بلديات القطاع تحذيرات بنهيارها بشكل كامل بفعل أزمة مالية خانقة أزمة انعكست بشكل واضح على تراجع خدماتها ولسيما المتعلقة بعملية تعقيم الأسواق والشوارع والمرافق العامة وبخاصة بعد توسع رقعة انتشار فيروس كورونا في غزة ما ضاعف من عجز البلديات عن القيام بمسؤولياتها في ظل أزمة فيروس كورونا ازدادت الحاجة إلى توفير الوسائل الوقائية المختلفة إضافة إلى ذلك ازدادت الحاجة إلى معاملة خاصة لنفايات التي تخرج من المراكز الحجر وهذه كانت تكلفتها مضاعفة عن تكليف النفايات العادية الأزمة المالية مردها لحصار إسرائيل الذي ألقى بظلاله على قدرة المواطن في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البلديات فضلا عن أن منع الاحتلال إدخال المعدات اللازمة للبلديات قد أسهم بتوقف خدمات عديدة في ظل جائحة كورونا كإصال مياه الشرب للمواطنين وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي والعجز عن ترحيل النفايات إلى المكبات المركزية ما ينذر بكارثة إنسانية وصحية في حال استمرت الأزمة بلدية غزة لديها 76 بئر مياه كل ساعة تشغيل لهذه الآبار أكثر من ألف لتر من الصلار ما يعادل حوالي 1500 دولار هذا يعتبر عبئ ثقيل جدا اتحاد بلدية القطاع طالب السلطة الفلسطينية بضرورة دعمه العاجل قبل الانهيار ودع الدول المانحة إلى إعادة توجيه الدعم لعشرات المشاريع الخدمية الأساسية في القطاع والتي قد تتفاقم معها معاناة المواطنين المحاصرين استمرار أزمة وباء كورونا وتوسعها قد يطرح أسئلة ملحة حول قدرة بلديات القطاع على الصمود في ظل الحصار وهو ما تطلب تدخلا عاجلا يفضي إلى تجنيب سكان غزة مزيدا من الويلات في ظل توقف كثير من الخدمات أحمد غنم غزة الميادين أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب لاتفاق مع الرئيس اللبناني ميشيل عون على إعطاء المزيد من الوقت للمشاورات الجارية من أجل تأليف الحكومة الجديدة في تصريح عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون قال أديب أنه يعول على تعاون الجميع لتأليف حكومة تنفذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون عرضت مع فخامة رئيس الجمهوري الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة أعيي تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت وأوعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة مهمة تكون صلحياته إنفاز ما اتفق عليه مع الرئيس ماكرون اتفقنا مع فخامة الرئيس للتريس قليلا لأعطاء مزيد من الوقت للمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة استغربت كتلة الوفاء للمقاومة أن ينحو بعض من يؤلف الحكومة في الظل إلى مصادرات قرار المكونات الأخرى وراءت أن الدور الأمريكي البالغة السلبية هدفه ضرب كل الجهود المبدولة لتأليف حكومة في لبنان تؤكد الكتلة أهمية المبادرة الفرنسية وتعتبر أن الإدارة الأمريكية التي تدعم مصلحة العدو الإسرائيلي في ضرب استقرار لبنان ومنع تطور أوضاعه التي تعزز قوته واقتصاده وفاعليته الإقليمية والدولية هي المسؤولة عن تعطيل جهود تشكيل الحكومة والنهوض بوضع لبنان ليأخذ مكانه الطبيعي على مستوى القدرة والفاعلية والدور في المنطقة كما أنها هي المسؤولة بشكل مباشر عن عرقلة الجهود التي تبذل لتشكيل الحكومة اللبنانية المعبرة عن التفاهم الوطني والحرص على التعاون بين مختلف القوى والمكونات أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركتين وشخصية واحدة في لبنان وذريعة الارتباط بحزب الله وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها قالت أنها فرضت عقوبات على شركتين أرشل للدراسات والاستشارات الهندسية معمار للهندسة والمقاولات قائلة إنهما تحت إدارة أو سيطرات حزب الله كما وأدرجت الوزارة في قائمة عقوباتها ما وصفته بأنه نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله سلطان خليفة أسعد قال مندوب إيران في محكمة لهاي حميد يزدي إن إعادة فرض الحفر الأمريكي الظالم على إيران بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي غير قانوني وأشار يزدي لأن هدف احتجاج أمريكا على أهلية المحكمة هو إيجاد تأخير في مسيرة باتشكاو إيران وضف أنه سيجري في مراحل مقبلة تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بحجم الخسائر الإيرانية إلى محكمة لهاي إذن بعد فرض أو رفض ثلاثة عشرة دولة مساعي أمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران يؤكد وزير الخارجية الأمريكي مايك موبيو أن بلاده ستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق العقوبات على طهران أما إيران فقد طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار قرار يقضي برفع العقوبات الأمريكية باعتبارها باطلة من وجهة نظر القانون الدولي تواصل الولايات المتحدة ممارسة ضغطها على إيران متحدية الإرادة الدولية ومرة جديدة تعلن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو أنها ستعيد فرض العقوبات على إيران بصورة تلقائية الأحد المقبل وأنها ستحرص على أن تطبق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحتريمها بالنسبة إلى الإجراءات التي سنتخذها الولايات المتحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوما ستتحمل نصيبها من المسئولية وسنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها لا تبالي واشنطن بموقف الأسرة الدولية فسائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يخالفونها موقفها هذا ويرون أنها فقدت حقها في تفعيل آلية فرض العقوبات حين انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 المعارضة التي تواجه مساعي واشنطن عدها الرئيس الإيراني حسن روحان انتصارا للأمة الإيرانية وهزيمة شائنة للولايات المتحدة إيران طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار قرار يقضي برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها باعتبارها باطلة من وجهة نظر القانون الدولي هكذا وبعدما فشلت إدارة ترامب في تمديد حضر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن تتفرد واشنطن بتمديد هذا الحضر إلى أجل غير مسمى ويذهب الممثل الأمريكي الخاص بفنزولا وإيران إليوت أبرامز إلى تهديد أي طرف يتاجر بالأسلحة مع إيران بالمنع من دخول السوق الأمريكية لكن الأمر يشبه الضغط على الزناد من دون أن تخرج رصاصة هكذا يصف ديبلوماسي كبير في مجلس الأمن العقوبات الأمريكية ويرى أنها ستظل معلقة ويضيف أن خطة العمل الشاملة المشتركة ستبقى قائمة فاصل ونعود أهلا بكم الجديد شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نتاج الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي تغريدة على توتر قال ترامب إنه نظرا للكم الهائل الجديد وغير المسبوق من بطاقات الاقتراع غير المرغوب فيها التي سيتم ورسالها للناخبين أو إلى أي مكان هذا العالم قد لا تحدد مطلقا نتيجة الانتخابات المقبلة بدقة أما السيناتور الأمريكي بيرني ساندرس فقد أكد أن 643 مليار ديرا في الولايات المتحدة جمعوا ما مقدره 845 مليار دولار على مدى 6 أشهر خلال انتشار وباء كورونا وفي تغريدة على توتر أشار ساندرس إلى أنهم ربحوا 4 مليارات و700 مليون دولار في اليوم الواحد و32 مليار دولار في الأسبوع و141 مليار دولار في الشهر بينما لا يملك 30 مليون أمريكي ما يكفي من الطعام وخلص في تغريطته إلى أنه حان وقت تقشف بالنسبة إلى طبقة الملياردرات ومعنا من واشنطن مدير مكتب الميدين منذر سليمان منذر أهلا بك يعني ترامب يجدد التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة ويقول أنه قد لا يكون ممكنا تحديد نتائجها بدقة لماذا هذا التشكيك الدائم والمتكرر فيما يتعلق بنتائج الانتخابات يعني ما هي الخلفيات التي يستند عليها ترامب خلال هذا المسار الانتخابي الخلفية واضحة بأن استطلاعات الرأي العام لا تزال حتى الآن رغم تقلص الفارق بين بايدن وترامب لا تزال بخمس نقاط سبع نقاط ست نقاط هذا على المستوى العام وحتى أن في بعض الولايات التي تعتبر حارجها والولايات التي يمكن أن يتتبدل ألوانها من الزرقاء الديمقراطية إلى الحمراء الجمهورية يعاني ترامب أيضا من تراجع لذلك نلاحظ تركيزه على هذه الولايات ذهب إلى ويسكنسون اليوم وسيذهب إلى أوهايو وبنزلفانيا في اليومين القادمين إذن هو لديه شعور بأن الحزب الديمقراطي وبايدن ربما قد يربح الانتخابات وبالتالي من هنا عليه تقديم أقصى درجات الشك في هذه النتائج لكي يتمكن هو ومناصري من التحرك خلال فترة إعلان النتائج وكان ملفت أيضا أن أحد أبرز مساعديه من الذين وضعهم لكي يقدموا مواقف إعلامية يعني يمكن اعتباره أحد الدعائيين لترامب اضطر لأخذ إجازة مرضية لمدة شهرين بعد تصريحات انتقدت بشدة من هذه التصريحات هو دعا أنصار ترامب إلى التحضير لإقتناء السلاح قبل الانتخابات وكأنه يقول بأن هذه الانتخابات قد تشهد أعمال عنف أو أن النتائج لن ترضي وبالتالي عليكم أن تحضروا أنفسكم لكي تتصرفوا وأن يكون لديكم سلاح بسبب أن هناك وضع أيضا في الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا وغيرها والاضطرابات والاحتجاجات أنه ارتفع منسوب اقتناء السلاح بشكل جنوني في الشهور الأخيرة يبقى أيضا أنه هناك مشكلة تتعلق بالفعل في أعلان النتائج للانتخابات بوقت مبكر بمعنى أو المعتاد عمليا نتيجة أوضاع كورونا ونتيجة أن هناك تصويت بالبريد يشكك فيه ترامب أيضا سيشكك فيه وسيدعو إلى إعادة ربما نعم يعني منذر فيما يتعلق بموضوع جائحة كورونا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز قال في تغريدة لها إلى أنه حان وقت التقشف خاصة بعد الأرباح التي حصيدت من جراء جائحة كورونا وكان هناك اتهام واضح لترامب والإدارة الأمريكية بفشلها فيما يتعلق بمعالجة هذه الأزمة كيف فعليا سيؤثر ذلك على مسار هذه الانتخابات يعني بالتأكيد ساندرز كان سابقا يتحدث عن هذا الأمر قبل كورونا وكان يقول على الفوارق الشاسعة القائمة في الداخل الأمريكي وهناك مشاهد الآن نراها في العديد من المدن الأمريكية للنازحين عمليا من منازلهم هذا بعد عن الأعصار والفيضانات والحرائق التي تحصل وتسبب في ذلك ولكن جائحة كورونا أدت إلى أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون الاستمرار في ضقاء في منازلهم لأنهم لا يملكون القدرة على أن يدفعوا الإيجار الشهري أو حتى الدفع الشهري للقروض على مساكنهم هذا يعني عملية أن طالت الطبقات الوسطى والفقيرة جائحة كورونا بشكل كبير جدا بينما تتكدس الأموال لدى الأفرياء بسبب طبيعة السياسة التي اعتمدتها الإدارة في المعونات التي قدمت والحزمات المالية التي قدمت والتي هناك مفترض كان أن يكون هناك حزمة مالية حتى الآن لم يتفق عليها الطرفان وترامب لا ينوي الإقدام عليها لأنها قد تساعد الحزب الديمقراطي بمعنى لأن كان هناك مطالبة بأن تصل هذه المعونات للطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة أعود إلى التذكير بأن موضوع الانتخابات شائك بسبب أن النتائج قد لا تكون محسومة بسرعة بمعنى أن العديد من الولايات لديها فترة زمنية لمدة أسبوع لكي تعلن عن نتائجها وقد يكون في بعض الولايات التي تشهد نوع من الاشتداد بين المنافسة قد يكون هناك محاولة إعادة إحصاء الأصوات وقد يكون هناك تشكيك ودعوة قضاء للتدخل مما يعني أن قد تستمر أيام والبعض يقول قد تستمر أكثر من أيام خلال تلك الفترة وخلال أيام الانتخابات قد تشهد الولايات المتحدة اضطرابات بين الفريقين بين أنصار الفريقين نعم مونذر سليمان مدير مكتب المايدين في واشنطن شكرا جزيلا لك أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبهى الدولي في السعودية بطائرة مسيرة من نوع صماد ثلاثة سريع أشار إلى أن الطائرة قصفت هدفا عسكريا مهما مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة وأكد أن هذا الاستهداف رد على تصعيد العضوان الجوي وحصاره المتواصل قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إنه لابد يكون الحال في البلاد متوازنا لا الذي يحاول العضوان فرضه ليكون المتحكم فيه بتسير الأمم المتحدة الحوثي أشار إلى أن عودة اليمن إلى الوضع الطبعي ما قبل العضوان هو الأمر الحيوي لليمنيين بعودة الرواتب وخروج المحتلين وإعادة الأسرة وإعادة الأعمار لافتا إلى أن اليمنيين يريدون إدارة وطنهم بلا أي تدخلات ركز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث في إحاطة إلى خير أمام مجلس الأمن على معركة مأرب دون غيرها التي إن سقطت بيد قوات صنع بحسب تعبيره فأنها ستقود آمالا عقاد عملية سياسية شاملة فيما عبرت صنعاء عن استغرابها موقف المبعوث لتؤكد أن معركة تحرير مأرب محسومة ولا دخل لها في الحوار المرتقب الذي يسعى المبعوث الأممي لانعقاده أحمد زبيبا والتفاصيل دخول مدينة مأرب وتحريرها قرار محسوم لدى حكومة صنعاء برغم محاولات المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتين جريفث الضغط أمام مجلس الأمن لإيقاف المعركة وربطها بنجاح مسودة الإعلان المشترك الذي سيفضي إلى السلام وكما تقول صنعاء فإن القوات المسلحة اليمنية باتت على مشارف مأرب بعد وصولها إلى منطقة الجوبة البوابة الجنوبية للمدينة ولن يوقفها أي شيء تقدم السريع لأبطال الجيش واللجانة الشعبية في كافة محاول القتال وبالتحديد في مدينة مأرب الذي بات على مقربة من مدينة مأرب بعد أن تعدى الرحبة والخوبة هذا طبعا أربك المشهد السياسي لقوة العدوان ومرتزقتهم في الداخل يحاول غريفث فرض الاستسلام للسلام وهو ما ترفضه صنعاء التي أوضحت أن أي مسودة للحل يجب أن تتضمن إيقاف الحصار والحرب وإخراج القوات الإماراتية والسعودية التي تحتل الأراضي اليمنية وبعد ذلك سيكون الجلوس على طاولة الحوار ممكنا نحن منفتحون نحو السلام ولكن السلام العادل للاستسلام ما يهدف إليه مارتين غريفث محاولاته وتكتيكاته السياسية والمناورات هو أن نقف عن دخول مأرب ومأرب شيء منفصل عن موضوع الانفاوضات والمشاورات إسكات البنادق يجب أن يعم كل جبهات الداخل والحدود وينبغي استئناف العملية السياسية ليس كما يريد المبعوث الأممي ليحقق طموحات السعودية والإمارات والدول المشاركة في الحرب على اليمن انزلاق اليمن بعيدا عن طريق السلام تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة التي فرض دورها العاجز على القوات المسلحة اليمنية التحرك لتحرير المحافظات المحتلة والضغط لفك الحصار وإيقاف حرب التحالف أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين أفاد مراسل الميادين في جونيف بأن المحادثات اليمنية في سويسرا تأجلت إلى اليوم بسبب عدم اكتمال وصول الوفود وكان من المقرر أن تنطلق المحادثات بين وفد الحكومة اليمنية التي يرأسها عبد الرب منصور هادي وأفضي أنصار الله أمس بمناقشة ملف الأسرة والمعتقلين جولة المحادثات هذه التي ترعاها الأمم المتحدة وصليب الأحمر الدولي ستستكمل ما اتفق عليه أو ستستكمل ما اتفق عليه في عمان في شباط فبراير ونسان أبريل الماضيين بشأن تبادل المحتجزين على مراحل ستستمر بحسب معلومات الميادين من أسبوع إلى عشرة أيام تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو دول الاتحاد إلى عدم بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن وحث البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات وإلى أي عضو في التحالف السعودي ضد اليمن وحضر البرلمان تزويد الدول القمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة ومن بينها السعودية والإمارات ومصر والبحرين وفياتنا اتهمت منظمات حقوقية دولية عددا من دول الخليج ولسيما السعودية والبحرين والإمارات باستخدام المرتزق الأجانب على نطاق واسع لقمع المعارضين الداخليين وفي حربها على اليمن منظمة سلام اليابانية كشفت أن التحالف السعودي جند عشرة آلاف من المرتزقة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية استخدامهم في اليمن تجنيد المرتزقة ممارسة تستخدمها دول الخليجية على نحو واسع من أجل حماية أنظمتها ومصالحها السياسية في المنطقة في البحرين على سبيل المثال جندت سلطات آلاف المرتزقة من أجل إقماع الاحتجاجات الديمقراطية التي انطلقت عام 2011 ولإسكات معارض النظام والأخطر من ذلك ما يفعله التحالف السعودي في اليمن عبر استخدامه شركة أمنية خاصة ومرتزقة إذ تشير تقاريرنا إلى أن عشرة آلاف مرتزق جند من أفريقيا وأمريكا الجنوبية على يد السعودية والإمارات العربية المتحدة وبدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهؤلاء ينفذون تعليمات تنتهك حقوق الإنسان كمنح الشعب اليمني من ممارسة حقه في تقرير مصيره أكد مندوب سوريا الدام لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن دول الغربية التي تفرض إجراءات اقتصادية قصرية على سوريا لن تتمكن من التغطية على آثار إرهابها الاقتصادية بحق الشعب السوري الجعفري وخلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو كونفرنس بشأن الوضع الإنساني في سوريا قال إن المزاعم بشأن حرص الدول الغربية الإنساني لن تخفي حقيقة جرائمها إن تكرار البعض لحديثه حول حرصه الإنساني المزعوم وحول منح الاستثناءات الإنسانية والطبية من التدابير القصرية لن يخفي حقيقة جرائمها التي ترمي لخنق المواطن السوري وممارسة المزيد من الضغط على الحكومة السورية وعرقلة عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين كما سمعنا من مبسلية الدول الغربية للتو في إحاق في بياناتهم حققت صناعة معقمات أدوائية تطوراً لافتاً في سوريا في مواجهة تبعات الحصار ووباء كورونا صناعة متقدمة غطت محل مستوردات ضمن سياسة أحلال البدائل في مواجهة الحصار محمد الخضر عشرات المنشآت الدوائية السورية تتحدى ظروف الحصار هذه إحدى المنشآت التي حافظت على حضورها خلال الحرب على بعد كيلومترات قليلة من الغوطة الشرقية طور المصنع المختص بمواد التعقيم منتجاته كماً ونوعاً في ظل إجراءات مواجهة وباء كورونا الصناعة هي تبعاً كان لابد أنه تتطور بظل الحصار اللي صار على سوريا الاقتصادي خلال سنوات الحرب وخاصة هلأ بقانون قيصر كمان كان لازم نتطور لنلبي كماً ونوعاً كل الاحتياجات ولا شك أنه إجاء الكوفيد ناينتين وهو الجائحة العالمية لتخلينا يعني نقبل تحدي أكبر تحدي يقوم أساساً على تلبية مواد أولية أصبح الحصول عليها أكثر صعوبة صار على الصناعة عبء كبير يعني عم يترتب عليه أعباء أول شي تأمين المادة كمادة أولية كمادة فعالة لأنه يا أما ما في عندك طريقة أنك تتعامل مع البونك بدولة المنتجة للمادة الأولية أو الدولة نفسها منعت أنه تتصدر هاي المواد دي سوريا ظروف فرضت على القطاع الدوائي سوري نفض غبار الحرب أكثر من ثمانين مصنعاً تغطي نحو تسعين بالمئة من حاجة السوق برغم من الضغوطات اللي عم نتعرض لها بسبب العقوبات الأمريكية الجائرة على بلدنا سوريا ما زلنا نحاول بشتى الطرق أنه نوفر كافة الأدوية للمواطنين السوريين ونطع السوق المحلية من أي صنف من الأصناف الدوائية اللازمة قبل الحرب وصل الدواء السوري إلى أكثر من خمسين دولة وضع ساعد القائمين على تلك الصناعة اللي نهوض بها تدريجياً محمد الخضر من مدينة عذر الصناعية الميادين بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج عزمه على تسليم مهماته إلى اللجنة التنفيذية الجديدة موقف آخر يصدر عن تركيا معلنة أنها أصبحت على مقربة من التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن ليبيا هبا محمود في كلمة تلفزيونية مسجلة خرج رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج معلناً عزمه على تسليم مهماته إلى اللجنة التنفيذية الجديدة أعلن للجميع رغبة صادقة فعلاً في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه النهاية شهر أكتوبر القادم على أمل أن تكون لجنة الحوار بالفعل استكملت أعمالها واختارت مجلس رئاسي جديد واختارت وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام له السراج أشار إلى أن حكومته لم تكن تعمل في أجواء طبيعية ولا حتى شبه طبيعية منذ تألفها هو بالتأكيد أصاب الحقيقة بقوله هذا فحكومته المؤلفة منذ عام 2015 لم تمر بظروف مريحة محليا أو إقليميا أو دوليا لذا ولفهم موقف السراج الأخير لابد من توسيع البيكاري ومقاربته إلى الموقف التركي الحليف إذ قال وزير الخارجية التركي مولود شويش أوغلو إن بلاده أصبحت على مقربة من التوصل إلى اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية في ليبيا روسيا أكدت هذا عبر خارجيتها فقد أشارت إلى جولات جديدة من المشاورات بشأن ليبيا فيما يشمل التجديد وعزم الأمم المتحدة على بدء مشاورات سريعة من جهتها لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا فالمنصب شاغر منذ استقالة المبعوث الأممي غسان سلامي أوائل مارس آذار الماضي وانشغلته ستيفاني ويليامز بالإنابة نقابية في تونس المناضل أحمد بن صالح إلى مثوه الأخير يوارى جثمانه في روضة الشهداء بمقبرات الجلازة عماد شتارة مناظر في حقبة الاستعمار وزعيم نقابي وأحد بونات الدولة العصرية يترجل في موكب متواضع وهو الذي أسس لدعامات الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال وتقلد خمس حقائب وزارية دفعة واحدة قبل أن توجه إليه تهم بالخيانة العظمى من الزعماء لا فقط في تونس بل من الزعماء العرب الذين آمنوا بالقضية الوطنية وبالقضية العربية المركزية وبالوحدة العربية خدم هذا الشعب بكل تفاني وبكل تضحية وبكل صدق فقد كان زعيما نقابيا وكان زعيما سياسيا وكان في أنواحد رجل دولة من قمة المجد إلى السجن ثم المنفى ومن موقع الإسهام في مشروع الحكم في حقبة الحبيب بورغيبة إلى مؤسس أول حزب تونسي معارض حياة متقلبة تعرض خلالها بن صالح بحسب مراقبين للغدر والمكائد داخل البلاد وخارجها يقين هذا الرجل الظلمة لأن الظروف التي عاشها هي ظروف إرادة إلساق الخلل في شخص واختزال الإشكال متاع البلد في عثرة نفر هو أخوه محمد وخوه هو أثنين مظلومين أخوه محمد هو اللي هرب أحمد من السجن هو اللي نظم له الهروب على خاطر كانوا ناوين مش يقتلوه أحمد بن صالح هذا اللي الشعب التونسي لي لازم يعرف كيف ما قتلوا صالح بن يوسف كانوا مش يقتلوه أحمد بن صالح حقبة أحمد بن صالح دخلت بوفاته حكم التاريخ الذي عليه أن يوثق ما لها وما عليها لينير درب الأجيال القادمة في بناء دولة متصالحة مع رموزها أحمد بن صالح ظلم في حياته وحرم من موكب تشريع يليق بمناظل وطني بعد وفاته ولعل التاريخ ينصفه بكشف صفحات بقيت مخفية في مسيرته النظالية أحمد تشترى تونس الميادين إلى العنوين استهداف رتل لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في منطقة المسية بمحافظة بابل وإيران تدين استهداف كل البعثات الدبلوماسية في العراق تؤكد الكتلة أهمية المبادرة الفرنسية حزب الله يتهم الولايات المتحدة بتعطيل تأليف الحكومة اللبنانية والرئيس المكلف يعلن تريث إفساحا في المجال أمام المزيد من التشاور ترامب يجدد التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة ويقول إنه قد لا يكون ممكنا تحديد نتائجها بدقة سلاح الجو اليمني يضرب هدفا عسكريا مهما للتحالف السعودي وتجيل انطلاق المحادثات اليمنية بشأن تبادل الأسر حتى اليوم الجمهة منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا على نحو قوي في النصف الشمالي من الكرات الأرضية تزامنا معلم في الوانزة الموصولة المزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الانترنت الميدين.net ترجمة نانسي قنقر